تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها خلال شهر يناير الماضي التقرير أكد أن المنظومة تلقت ورصدت 113 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال شهر يناير الماضي موضحا أنه عقب المراجعة والفصح المبئي للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال هذا الشهر تم توجيه ما يقرب من 91 ألف شكوى لجهات الاختصاص وحفظ 18 ألف شكوى وأضف البيان أنه تم إصدار وإعادة تفعيل 4350 كرت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وإنهاء إجراءات إصدار 263 بطاقة خدمات متكاملة